وأنا بستغرب يعني بيحطوا كمية كيتشاب على كل الأكل كله بيبقى طعم واحد في الآخر ونعرف إن فيه سكر كتير فيه كالوري كتير يعني إحنا من ضمن الحاجات اللي بنعلمها للشباب الدكاترة برضو عشان نظام التغذية للولاد حاجة اسمها المصادر المخفية من الملح والسكر إيه المصادر المخفية؟ عارف حضرتك اللي بيعمل دايت بيجي عليه وقت بيوصل لمرحلة اسمها بلاتو وازنه مش راضي ينزل طب أنا عايز أشتغل عشان أنزل الوازن ببتدى يدخل على الأكل بتاعه التفاصيل لكن أنت تصور حضرتك أن معلقة الدريسنج اللي بيتحط دا فيها تنين معلقة سكر فيها نص جرام ملح إنت احتياجاتك في اليوم كله من الملح أربعة جرام فأنت بتاخد منهم نص في معلقة فتنين معلقة طبعا مش تنين حضرتك بيشوف بالولاد بيعملوا إيه بيكوبوا الكاتشاب بيكوبوا الدريسنج يعني كل الحاجات دي اسمها المصادر المخفية أنا مش حاطت في دماغي يقولك أنا موكلش سكر لكن أنت بتاخد كميات من دا قد كميات السكر إحتياجاتك في اليوم ثلاثة أربعة مرات من غير ما نحس